السلام عليكم ورحمة الله يا أخوات اللي أحكي بشرح بسيط شو ممكن تستفاد إذا أنت سجلت في وكالتنا لدى إكسنس من الميزات الكثير اللي ستستفادها مننا شخصيا وليس من داخل النصة أرغم كل مميزات اللي حكيت عننا هو الانضمام لأربع قنوات خاصة فينا اللي هو أولا فوريكس كوميونيتي اللي هو مجتمع التداول اللي منحكي فيه حتى أحيانا شغلات مضحكة إذا كان سومومي ممكن تناقش فيه بالتحليل أي أن كان جدا يعني ممتازة هاي الفكرة اللي عملناها نحن كوميونيتي لعملاءنا إذا صار أي شيء ممكن حلو في عنا قناة التحليلات مثلا نشوف ننزل تحليلات فيها مثلا هات التحليل اللي أخدناه سابقا طبعا أنا منزله ننزل فيها الأخبار المهمة مثلا أنا شو داخل صفقات حتى لو ما نزلت التوصية مثلا نحكي عن السوق بشكل عام تمام يا أخوان جدا ممتازة في عنا الجولد اللي هي خاصة بالسكالبينج فقط اللي هو نظام السكالبينج المتعرف عليه عن أغلب القنوات وأغلب الناس اللي بتشتغل السكالبينج في الدهب اللي هو دخولين وهدف أول بيكون قليل نسبيا اللي هي هاي للمغامرين ممتازة جدا للقناة بالنسبة لأنها مجيب فيها كتير أرقام حلوة ثم لدينا قناة فوركس آي أف سي شوفوا حتى يا أخوان هاي لدينا الصفقة يعني قبل الدخول بتقريبا 2 بيب نهارة انهيار مثلا شوفوا هاي نزلتها مثلا دخولهم بهاي المنطقة OTE حاطت المنطقة الدخول وشوفوا شو صار بالصفقة انهارة انهيار جابتنا 6.5 risk to reward ratio طبعا نظام هاي القناة ليس بيب نظامه هو في الرايشيو لحتى يكون في إدارة مخاطر صادمة رغم انه هاد الاسبوع كان جدا صعب انتم بتعرفوا شهر 9 و التقلبات اللي بتصير فيك كمان لازم أي شخص بينضم يشوف مثلا عملين هذا الفيديو لإدارة المخاطر وشرح الرايشيو كيف ممكن نتداول فيه بهي الطريقة يا اخوان يعني مثلا انا هون خسرت 0.5 risk to reward ratio اتبعتها بربح 2 risk to reward ratio يعني شالت 8 اضعافة للخسارة اللي خسرتها هاي الصفقة هذا امر شي ممتاز مثلا حطيت break even تحويل stop على الدخول هون كان لنا البونز بعد ما صعدت رجعت ضربة stop plus كنا نأخذينا نصف risk يعني half risk euro sd كان عنا gold sale limit هاي للأسف يعني وصلت ما قبل الدخول ب 2NB تقريبا ثم نهارت ما أخذناها مثلا أغلب الصفقات اللي داخلينا هي كانت half risk والصفقات القوية اللي داخلناها كانت جدا ممتازة الحمد لله طبعا يا اخوان هاي مميزات كتير ممكن تستفادوا منها لدينا خصوصا اللي عم بيطمح لي يكبر حسابه أو اللي معه حسابات كبيرة وعم بيستهدف ال ratio اللي هو أفضل نظام نحن نشتغل في نظامين اللي هن ال ICT وال smart money concept بإذن الله حتى بأسوأ أوضاع السوق ومنطلع net profit جيد جدا الحمد لله كان معكم أحمد من استثمر عقلك والسلام عليكم